الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير وأن يعينكم على أنواع الطاعة وأن يجعلكم من المحافظين على شعائر دينه وفرائضه وبعده فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الأذان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه خير الجزاء فلعلنا نعرض لشيء من الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوى والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأخالف إلى منازل رجال لم يخرجوا إلى الصلاة بعد لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء قوله هنا ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء فيه التأكيد في طلب صلاة الجماعة في هذين الفرضين وتأخر المنافقين عن هاتين الصلاتين بسبب الظلمة حيث لا يفقدون عند تأخرهم عنها وقوله ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لا توهما ولو حبوى أي ولو كانوا يسحبون أنفسهم على الأرض وقوله لقد هممت أي عزمت وأن أمر بحطب فيحطب أن يؤتى به من أطراف البلد ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها في هذا مشروعية الأذان للصلوات المفروضة قال ثم أمر المؤذن فيقيم وفي هذا مشروعية الإقامة للصلوات قال ثم أمر رجلا فيأم الناس فيه إنابة الإمام لغيره في الإمامة بالناس واستدل بهذا على فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة كما استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة فإنه ما هم بإيراد هذه العقوبة على هؤلاء إلا لدلالة أن فعلهم مخالف لأمر الشارع وفي الحديث دلالة على أنهم لم يكن عندهم بيع ولا شراء بعد أذان المؤذن بل يتوقفون في طرقاتهم وأسواقهم عن البيع والشراء ولذا ذكر أن هؤلاء المنافقين يكونون في بيوتهم وفي الحديث أيضا من الفوائد أن العبد ينبغي به أن يعنى بأمر الآخرة أعظم من عنايته بأموره الدنيوية وقوله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أي عظما عليه لحم كثير أو مرماتين حسنتين يعني عظام اليد من الشات التي يكون فيها لحم بين هذه العظام وما ذاك إلا لتقديمهم أمر الدنيا على أمر الآخرة في هذا الحديث فضل صلاة الجماعة وعظم الأجل المرتب عليها وفي الحديث أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة فلتصح الصلاة من الواحد وليس في الحديث دلالة على عدم وجوب صلاة الجماعة وإنما فيه أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة حسن الله إليكم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة هذا الحديث وإضافه فضيلة صلاة الجماعة وفيه أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة وقال في حديث ابن عمر بسبع وعشرين وفي حديث أبي سعيد بخمس وعشرين فلعل الزيادة لوجود أجر في أمور تابعة للصلاة ولكنها لا تلازمها دائما فهناك أفعال تزيد بها درجة الإنسان في الصلاة قد يفعلها في أوقات ولا يفعلها في أوقات أخرى حسن الله إليكم قال عن أم الدرداء رضي الله عنها قال ادخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب فقلت ما أغضبك قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا في هذا فضيلة صلاة الجماعة وأنها من الشعائر الظاهرة وأنها من الأمور المنقولة من عهد النبوة وفي الحديث الترغيب في اتباع السنة والعمل بما كان عليه أهل الزمان الأول ثابكم الله قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشاء والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام في هذا الحديث فضل الصلاة في المسجد وعظم أجرها وفي الحديث أن الأجر على قدر المشقة وأن من لقي مشقة في الطاعة زاد أجره بكثرة هذه المشقة ولا يعني هذا أن المشقة مطلوبة لنفسها لكن إذا وقعت المشقة في طريق الطاعة كان العبد مأجورا عليها أما إذا أدخل العبد المشقة في طريق الطاعة مع قدرته على إزالة تلك المشقة فإنه لا يؤجر عليها وفي الحديث من الفوائد أيضا فضيلة انتظار الصلاة مع الإمام وقوله أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام يعني من أهل الأعذار الذين يخشون أن يلحقهم النوم وبالتالي تفوتهم الصلاة في وقتها ثابكم الله قال عن أنس رضي الله عنه قال أراد بن سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا قوله أراد بن سلمة قبيلة من قبائل الأنصار كان لهم ضاحية في أطراف المدينة وكانت تلك الضاحية بمثابة الحماية للمدينة لألا يأتي أحد من طرف تلك الضاحية يخشى منه على المدينة إما بسرقة وإما بغزو أو بغير ذلك فأراد بن سلمة أن يكونوا قريبين من المسجد من أجل أن يسهل عليهم الإتيان إلى المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة أي تخلوا جوانبها من سكان من الأنصار يحمونها ولذا رغب منهم أن يبقوا في مواطنهم وبالتالي ما لحقهم من المشقة بعد ذلك في ذهابهم إلى المسجد يزداد به أجرهم وثوابهم ولذا قال لهم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم أي مشيكم وقدومكم إلى المسجد من أجل الصلاة فيه فأقاموا أي بقوا في مساكنهم التي كانوا يسكنونها ولم ينتقلوا بقرب المسجد وفي هذا حرصوا الصحابة على حماية بعضهم بعضا ممن قد يأتي على أموالهم أو على شيء من أحوالهم أثابكم الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشاء في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قوله هنا سبعة أي سبعة أجناس من الناس وليس المراد سبعة أفراد قوله يظلهم الله يوم القيامة يعني أن الناس إذا اجتمعوا في يوم المحشر وقربت الشمس منهم وجاءهم الحر الشديد وتساقط العرق حتى أن كل واحد منهم يصل العرق منه إلى مبلغ بعضهم يلجمه وبعضهم إلى حقوة بحسب أعمالهم إلا أن هناك سبعة أصناف يبعدهم الله عن حر الشمس ويجعلهم في الظل وقوله في ظله أي في الظل المنسوب إلى الله حيث خلقه الله وليس المراد أن لله ظلا فإنما ينسب إلى الله على نوعين الأول المعاني وهذه إلى نسبة إلى الله فإنها تكون صفة من صفاته والثاني مما ينسب لله تعالى ويضاف إليه الذوات فهذه لا تكون صفة لله تقول بيت الله وتقول مسجد الله وتقول ناقة الله كعبة الله وهذه أمور مخلوقة ومثله هنا الظل قوله يوم لا ظل إلا ظله لأن الشمس تكون على الناس جميعا والصنف الأول الإمام العادل والمراد به صاحب الولاية العامة كرؤساء الدول والملوك فمن كان منهم من أهل العدل كان خيره عاما وفضله منتشرا في أرجاء البلاد ولذا كان مقدما في ذكر من يضلهم الله في ذلك اليوم العظيم والصنف الثاني شاب نشأ في عبادة ربه فإن الشباب وهم من قارب البلوغ وجاوزه قليلا عندهم من الصبوة وعندهم من الشهوة ما يكون غير مستغرب صبوة الواحد منهم ولذا كان المتمسك بدينه الناشئ في عبادة الله جل وعلا منهم له مزية على غيره والصنف الثالث من كان من أهل المساجد بحيث يتعلق قلبه بها كلما غادرها عاد إليها وفي هذا فضيلة الاعتكاف وفضيلة الجلوس في المساجد وفضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة وفيه حاجة الناس إلى وجود المساجد عندهم وفي هذا أيضا أن الطاعات لها مكانتها في قلوب أهل الإيمان والصنف الرابع أهل المحبة في الله الذين صفت قلوبهم لمحبة إخوانهم طمعا في رضا الله لا لحاجة دنيوية ولا لمصلحة وإنما لإرضاء رب العزة والجلال فقال ورجلان تحبى في الله أي كل منهما أحب الآخر لا لغرض دنيوي وإنما من أجل امتثال أمر الله أمر الله حيث أمر بوجود المحبة بين أهل الإيمان قوله اجتمع عليه أي توافقا على هذه المحبة وتفرقا عليه أي إذا جاءهم ما يفرقهم من موت أو انتقال وسفر فإنهم ينتقلون والمحبة لا زالت بينهم وأما الصنف الآخر فرجل عفيف حيث دعتهم راة ذات منصب أي مكانة عالية رفيعة وجمال أي حسن ووسامة دعته إلى نفسها فامتنع وعلل امتناعه بمخافة رب العزة والجلال ففي هذا فضله وفضيلة ترك الفواحش وفي هذا فضيلة المخافة من الله وأنه من أعظم الأعمال أجرا قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقوله ذات منصب وجمال لأن من كان كذلك تعلق أو لم يمتنع من طلبها إذا طلبت شيئا من ذلك وأما الصنف السادس فأهل الصدقة الذين يخفون صدقاتهم فقال ورجل وذكر الرجل هنا ليس مقصودا بل يدخل فيه أيضا ما لو كانت هناك إمرأة تصدق بصدقة وهذه اللفظة تشمل الواجب وتشمل المستحبات فأخفاها أي لم يعلم أحد بهذه الصدقة حتى لا تعلم يده الشمال عما أنفقه بيده اليمين والصنف السابع من بكى من خشية الله تعالى بدون أن يكون هناك ريا فهو رجل ذكر الله أي تحرك قلبه ولسانه بذكر ربه جل وعلا ولم يكن عنده أحد من الناس بل كان في خلا فبكى وفاضت عيناه من الدمع ففي هذا الحديث فضيلة هذه الأعمال وعظم الأجر المرتب عليها صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى مسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أوراح في الحديث فضل الذهاب إلى المسجد وفضل التردد عليها قوله من غدا أي من ذهب إلى المسجد غدوة لصلاة الفجري أو راح يعني ذهب في آخر النهار كذهابه لصلاة الظهر والعصر أعد الله له نزله أو نزلا يعني منزلا ينزله ويستقر فيه من الجنة كلما غدا أوراح بحيث يزداد محله ومكانه في الجنان بسبب كثرة ذهابه إلى المسجد سابكم الله عن مالك بن بحينة الأزدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ورآه وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ملات به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة قوله هنا عن مالك بن بحينة الأزدي هكذا روى الإمام شعبة بن الحجاج وغيره قال عبد الله بن مالك وعبد الله بن مالك بن بحينة وعلى كل قوله هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ورآه وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فأنكر عليه ما يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال بذلك الجمهور خلافا لأبي حنيفة والعلماء الذين قالوا بهذا الخبر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لهم ثلاثة تفاسير في هذا الحديث فالأولون قالوا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مبتدأة وبالتالي يقولون من كان ابتدأ بصلاة النافلة قبل إقامة الصلاة أكملها ولكن لا يجوز له أن يبتدأ بنافلة بعد إقامة الصلاة وقال آخرون فللمراد لا صلاة تامة وعلى ذلك قالوا إذا أقيمت الصلاة وكان قد رفع من ركوع الثانية أكمل صلاته وإن كان واقفا للثانية أو كان قبل ذلك فإنه يقطع صلاته لهذا الحديث وآخرون قالوا بأن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مطلقة لا مبتدأة ولا مكملة ولا متممة وبالتالي قالوا إذا أقيمت الصلاة لازم قطع صلاة النافلة فهذه ثلاثة أقوال لهم في تفسير هذا الحديث وفي الحديث دلالة على أن صلاة الفجر لا يجوز للإنسان أن يتنفل فيها بأكثر من ركعتين وذلك أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر ويستثنى في هذا الوقت سنة الفجر وصلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر إلا ركعتين الفجر يعني النافلة ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران ثم ذكر عن الفجر الثاني قال فجر يحرم الطعام والصلاة فدل هذا على أنه بمجرد طلوع الفجر يبتدئ وقت النهي وبالتالي يمتنع الإنسان عن التنفل بعد طلوع الفجر وأذان الفجر إلا أنه يستثنى من ذلك سنة الفجر وقوله فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثبه الناس أي أحاطوا به صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني للرجل الصبح أربعة أي هل تصلي الصبح وهي صلاة الفجر أربع ركعات بينما الشرع إنما جاء بإثبات ركعتين لصلاة الفجر فقال له هذه اللفظة على جهة الإنكار عليه قال عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث فخرج قال فقلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تنضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم بدلي أن أجاور هذه العشر الأواخر من كان اعتكف معي فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر فلتمسوها وإني رأيتك أني أسجد في طين وماء فرجع الناس إلى المسجد وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فاستهلت السماء في تلك الليل وهاجت فالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم فأمطرنا حتى سال السقف وكان المسجد على عريش فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة إحدى وعشرين فأقيمت الصلاة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى بصورة عيني أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته فانصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء تصديق رؤياه قوله هنا نبي سلم يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث أراد منه أن ينتقل من المساكن في المدينة إلى النخل وكانت المدينة مشهورة بنخيلها وفي هذا الذهاب إلى العلماء لسماع الحديث منهم قوله فخرج فقلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر يعني في أي ليلة وما هي الأعمال التي تشرع في هذه الليلة فقال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف هو اللبث في المسجد طاعة لله جل وعلا فاعتكف العشر الأول من رمضان قال واعتكفنا معه أي أنهم اقتدوا به في الاعتكاف وفي هذا مشروعية أن يجتمع الناس على طاعة من الطاعات يقوي بعضهم بعض عليها قال فأتاه جبريل يعني جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي تطلب أمامك يعني من ليلة القدر وفيه مشروعية تحري ليلة القدر وبذل الأسباب من أجل أن تكون طاعة الإنسان في هذه الليلة الفاضلة وفي هذا الحديث مشروعية الاعتكاف في المساجد قال واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر الأوسط قال فاعتكفنا معه فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه وفي هذا دلال على أن من اعتكف يوما فإنه ينتهي اعتكافه بأول الليل لقوله هنا يستقبل إحدى وعشرين قال فاتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك يعني من ليلة القدر فقال قام صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فأمرهم ما شاء الله يعني أنه ذكرهم ورغبهم في عدد من الطاعات ثم قال كنت أجاور أي أعتكف هذه العشر ثم بدى لي أن أجاور هذه العشر الأواخر في هذا بيانوا أن الأيام تتفاضل في قيمتها ومزيتها وفي الأجر المرتب على فعل الطاعات فيها قوله من كان اعتكف معي فليرجع أي ليعد إلى الاعتكاف مرة أخرى قال فإني أريد ليلة القدر فيه الاعتماد على الرؤى المنامية في الترغيب في الأعمال الصالحة وليس فيه إلزام أحد أو إثبات حكم بناء على الرؤية المنامية قال وإني نسيتها فيه أن النسيان قد يكون على النبي صلى الله عليه وسلم في غير أمور التشريع وقد ورد في بعض الروايات أن سبب نسيانه أنه تلاحى اثنان من أصحابه ثم قال وإنها يعني ليلة القدر في العشر الأواخر قال في ويترين يعني أن ليلة القدر في تلك السنة كانت في الليالي الوترية لكن يمكن أن تكون ليلة القدر في ليالي الشفع من العشر الأواخر في سنوات أخرى قال فلتمسوها أي ابحثوا عنها وابذلوا الأسباب التي تجعلكم تقومون فيها قال وإني رأيت كأن يعني في المنام كأني أسجد في طين وماء يعني في صبيحة تلك الليلة فرجع الناس إلى المسجد ليلة 21 معتكفين وكان سقف المسجد جريد النخل فالنخل مكون من أجزاء منها جذع النخلة ومنها سعفها وهو ورقها ومنها الجريد الذي يربط بين جذع النخلة وبين السعف فكانوا يضعون سقف المسجد وسقف البيوت من الجريد قال أبو سعيد وما نرى في السماء شيئا يعني من السحابة فجاءت قزعة يعني سحابة فاستهلت السماء يعني أمطرت السماء في تلك الليلة وهاجت يعني السحب والأمطار وهذا إثبات قدرة الله عز وجل على سوق المياه والأمطار في اللحظات اليسيرة قال فوالذي بعثه بالحق فيه القسم بدون أن يطلب لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم فأمطرنا نزل عليهم المطر حتى سال سقف المسجد وكان المسجد على عريش هو البناء الذي يكون بمثابة سقف من جريد أو أخشاب أو نحوها قال فوكف المسجد يعني أن الماء نزل من خلل سقف المسجد ففي مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي أمام الناس لأنه إمامهم وكان ذلك ليلة إحدى وعشرين مما يشعر بأن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة إحدى وعشرين قال فأقيمة الصلاة في مشروعية إقامة الصلاة فصلى بن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان إماما والناس خلفه قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين لوجود مياه الأمطار في قبلة المسجد قال حتى بصرت عيني أو عيني أثر الطين والماء على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته ليكون ذلك تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث دلالة على جواز الصلاة في أماكن الطين وجواز أن يصلع الإنسان في مواطن التراب وفيه أيضا أن أثر السيل والماء والطين لذا بقي على شيء من البدن لم يضر هذا كما بقي على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أنه لا يجب مسح الجبهة والأنف عند الصلاة وفي الحديث أيضا دلالة على مشروعية السجود على الجبهة والأنف فإنه قال رأيت أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته بارك الله فيكم وأسعدكم الله ومكنكم من ختم رمضان في عمل صالح تزدادون به مكانة عند ربكم وتعلو درجاتكم في جنان الخلد كما سأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يملأها تقوا وإيمانا كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يزرع المحبة والألفة فيما بينهم وأن يجعلهم متوادين متحابين متعاطفين كما نسأله جل وعلا أن يعمر المساجد بالطاعات صلاة جماعة واعتكافا ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح بفضله وإحسانه هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين